الموضوع أحزاب الظل اللي انذكرته اللي موجودة بالتغارير أعتقد هذا هو هم نوع من اللي عدم هو تشويه وعدم قبول لهذه الولادة الجديدة يعني لو موجودة أحزاب الظل يعني ما كانت طينا المساحة الحرية اللي موجودة في هذا وكان حسمة الجو اللي موجودة هسا هذا الحالي يعني تنفي ماكو أحزاب طبعا وهذا الدليل لأنه سألوا أحزاب الظل تقود هاي الأشخاص اللي موجودة تحسم المعادلة اللي موجودة وضيفهم والدليل منه ساحنا الأخوان الكرد والأخوان السنة واضحة رؤاهم واضحة تحالفاتهم الملف الموجود عند الأخوان الشيعة هما طرفين الأطار التنسيقي والتيار الصدري الموجودين المستقلين لو عندهم توجهات وأحزاب الظل كان يابا وليا أمورهم يقولون لهم انتموا لها الكتلة وخلص خلي تمضي كتلة الكتلة الشيعية أبدا ماكو الكتلة الصدرية كتلة الصدرية ما عادة يعني أعتقد واحد من محافظة واسطية مو مستقلهم كتلة موجودة تشكلت خاصة لمحافظة واسطة وأعلن بشكل واضح أنت ما أهل التيار الصدري والإطار التنسيقي ما شفنا يعني واحد الأحزاب الأخوان المستقلين موجودة ما أولدني الهساء مثل ما قال سالحمزة بأنه أنت من تروح تسأل الأحزاب الكبيرة إيج قد استقطابت من السياسيين يقول لك يا بان استقطابت أربعين لكن يقول لك استقطابت أربعين لكن يقول لك استقطابت أربعين من تحسب المجموعاتهم يعني معناها المستقلين فوق أكثر من مئة مستقل وهذا طبعا أهم واضح ونتيجة واضحة بأنهم شكرا للمشاهدة